في السياق نفسه والاهتمام بالصفقات والمفاوضات ومين رايح ومين جاي تمتلع الصحف كل يوم المهان ساعد لأشار من شوية إلى أنه بيتمنى على الإعلام شيء من الهدوء وشيء من تقدير الظروف لا أنا مش عايزه يهدى بس يقدر الزر يعني إذا ما لقيتش رد أو ما حدش يعني جاوبك بشكل واضح اعرف إن ده شغله هنا إنجاز لي شخصيا أن أنا أتكلم في الجزئية دي كواحد من أبناء المهنة الصحافة دي فترة خصوبة عالية جدا في متابعتها وملاحقتها محدش يقدر يتجاهل أخبار انتقالات اللاعبين لأنه ده حدث جماهيري مهم جدا ومن زمان فكرة انتقال لعب نجم من مكان لمكان ده خبر بيحظى بأولوية كبيرة جدا في النشر الصحفي فبالتالي أعلم جيدا أن الزمل معزورين معزورين فعلا لأنه هم ده بيلب برغبة مهنية لكن كمان من المهم جدا نحن نراعي أن تكون الأصدق أم الأسبق أيوة هذه إشكالية مهنية مهمة جدا عايز تبقى الأصدق لابد أن تتريس لابد أن تتأكد لابد أنك تنشر بناء على معلومة سليمة عايز تبقى الأسبق أنك أنت تاخد السبق بغض النظر عن المصدقية سهل جدا كله تطلع تقول فلان عمل كذا وفلان هيجيب كذا وفلان جاي الأهلي والأهلي مضى فلان وبعد كده يطلع ولا حاجة فتضرب المصدقية وتخسر كتير فعشان كده الأداء إلى حد كبير المنضبط مهنيا أنك تكون الأصدق بنسبة كبيرة جدا والأسبق بنسبة مقاربة لها اللي بيعمل ده شديد التميز لكن الأساس في الأداء المسؤول المصدقية الحفاظ على المصدقية عشان كده أكب من مواقع وجرائد في الفترة الحالية لو بعد فترة شوية بعد ما الموسم ينفض جيت تعمل لها تحليل مضمون هتتحق جهامد هتلاقي فيه نادية جاب كل اللعيبة ومشى كل اللعيبة مين من أقرب الناس الإعلاميين والصحفين قلبي لازم تكون حضرتك الله يخليك أشمان بحكم الارتباط ومساحة الزمن ما بحبش أسألك حتى ولا الحوار خدت مني حاجة عمرك النهاردة صحيح قلتلك حاجة صحيح طيب ما هو من باب أولى إن أنا يعني لو أنا عايز أدي تسريب وكنت اديتها لك قبل نهوا بتكلم لكابتن ساد عبد حفيز قبل ما يروح لكابتن الخطيب بقول له إيه الأخبار قل لي ما حبيبك عندك قلت له أنت بفكر قلت له لأ يعني أنت بتسأل لأ قلت له لا لأ بس طب مني أصل أنت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واستعينه بقضاء حوائجهم بالكتمان هذه الحكمة لها سبب ده مش حكمة ده توجيه صحيح هذا توجيه صحيح طب في كل شؤون الحياة هو إحنا كنا نقدر نعبر سبعة وآآآ تلاتة وسبعين لو لا هذا القدر من التكتم بالعكس رئيس سادات كان بيشوشر على نفسه يعني كان بيواجه الناس أنها تهجمه أنه مقصر ومش هيحارب مش هيحارب ومش هيعمل كان فيه ده استراتيجية كتير تعمل هذه قيمة أنك أنت تشتغل عشان توصل لهدف فإنما أنا مش بشبه يعني عشان قبل ما حد برضو يطلع يقول إنما أنا بقول يعني قيمة أي عمل يحتاج إلى التكتم والسرية وعلى فكرة يا جماعة عشان بس للناس حتى من الزملاء هي فكرة التكتم في المفاوضات والكلام ده كله لا هي رغبة في الغموض ولا هي فيلم ده أساسيات العمل أساسيات العمل في هذه الجزئية قايمة على السرية لسبب أنت بتكلم في مفاوضات في منافسين ليك في أسعار لو تفتح المزاد اللاعب اللي ممكن يخلص بخمسة بيخلص بخمسة وخمسين اللاعب اللي ممكن يمضي سنتين تبص تلاقي حصلت ضغوط شديدة جدا فحصلت بتأسيرات على المدة في ملاحقات كتيرة جدا هتأثر على السعر وهتأثر على سير المفاوضات فبالتالي من حق كل نادي مش الأهلي بس أنه لما يتفاوض في عمليات ضم لاعب أنه يلتزم الهدوء يلتزم السرية يلتزم الشفافية الشديدة يعني أنا أنت كويس النقطة دي الإعلام يزعل مني في حالة واحدة لو أنا ضللته يعني لو جاي لي بمعلومة فروح تنقله لا 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 فيش كلام من ده انفي على لساني وبعدين أكتشف أنه كان ماشي صح تبقى أنت استخدمت أنا ما بعملش كده بتسألي من حقي باستمرار والله التعليق من حقي أن أنا معلقش من حقي أن أنا أقول له من فضلك اجتهد بس ما لكش دعو به لكن مش من حقي أن أنا أضلله طبعا أخلاقيا لا لا ممعملهاش صحيح